للمرة الأولى يدخل العراق إلى ما يعرف باسم الهبة الديمغرافية أي التحول السكاني بعد ارتفاع نسب أعمار الشباب إلى 58% والتي تمثل الفئة العمرية ما بين 15 عاما إلى 64 عاما خلال إحصائية أعلن عنها الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط حيث قدم تقريره السنوي للتقديرات السكانية والتي تبين أن عدد السكان في عام 2016 بلغ 38 مليون نسمة منهم 51% للذكور و49% للأناثة وهذا صنف ضمن معدلات نمو عالية للعام الثاني على التوالي أظهرت نتائج تقريره 2016 أنه السكان من الذكور يعني يزدادون أو يرتفعون بنسبة 51% بالمقارنة مع نسبة الأناث اللي وصلت إلى 49% نسبة اللي أعمارهم من 15 إلى 64 وهي نسميه نسبة أعمار الشباب ارتفعت إلى 58% مع تراجع نسبة اللي أعمارهم من 0 إلى 15 سنة إلى 37% في عام 2019 عد ما كانت 41% هذه المؤشرات بالحقيقة تقودنا إلى أنه العراق يتجه نحو ما يعرف بالهبة الديمغرافية أو النافذة الديمغرافية في بغداد لوحدها 16 مركزا تأهيليا تابعا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خرج 200 ألف شاب عاطل بحاجة إلى عمل خاصة وأن أعداد البطالة بين شريحة الشباب بلغت 15% الضائفة أعداد مراكزنا التدريبية ووصلت إلى 38 مركز تدريب مهني في بغداد وحدها بحدود 16 مركز تدريب مهني جهة المستفيدة سواء في القطاعين العام أو الخاص هي اللي يتحدد أنه ممكن توظفها أو لا لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية تنتقد اعتماد العراق على المورد الأحادي نواب ومراقبون شككوا بنسب الفقر والبرلمانية بطالة التي أعلنت مؤخراً وأن تلك النسب لم تكن دقيقة في ظل وجود ثلاث محافظات لم تعود حياتها الاقتصادية بشكل متكامل فضلاً عن وجود مناطق ما زالت تحت سطوة التنظيم من بغداد خمال الكاتب الحرة